السلام عليكم مشاهدين الأعزاء نقدم لكم اليوم عشرة أشياء مألوفة لنا لكننا لا نعرف الغرض منها إننا محاطون بالآلاف من الأشياء المألوفة لدينا التي نراها كل يوم ونتعامل معها على أنها أشياء ضرورية لكننا لا نعرف لماذا صنعت وما هي فائدتها لذلك سنعرض عليكم اليوم عشرة أشياء منها وما هو الغرض منها 1- جيب داخل الجيب لابد أن تكون لاحظت أن أي سروال جينز يوجد به خمسة جيوب اثنان خلفيان واثنان أماميان وهناك جيب صغير داخل الجيب الأمامي وتقريبا لا أحد يعرف ما الغرض من هذا الجيب كان هذا الجيب يصنع قبل 145 عاما خصيصا للساعة وسمي وقتها بجيب الساعة ولا يزال موجودا حتى يومنا هذا 2- علامات بارزة على لوحة المفاتيح لابد أن تكون لاحظت وجود علامات بارزة على حرفي F وجي في لوحة المفاتيح وكثيرا منكم لا يعرف لماذا توجد هذه العلامات لكن هذه العلامة وجودها ضروري جدا لكي تستطيع الكتابة على الحاسوب بأصابعك العشرة من دون الحاجة للنظر إلى لوحة المفاتيح وهي مفيدة جدا لمن يحتاج عملهم للكتابة السريعة على الحاسوب 3- حد معدني في شريط القياس كلنا يعرف الطرف المعدني الذي على شكل زاوية قائمة في بداية شريط القياس ونعرف أنه يستخدم لتثبيت الشريط وللقياس بسهولة لكن ما لا تعرفونه أنه يوجد في هذا طرف سن صغير يمكن أن يستخدم لتثبيت الشريط في المسامير ويمكن استخدمه أيضا كقلم رصاص لتحديد العلامات 4- علامات على شفرة السكين الكرطاسية السكين الكرطاسية أو القاطع اليدوي هي الأفضل في قطع الورق المقوى لكن بعد عدة استخدامات يصبح الأمر مملا عندما لا تعمل الشفرة ولحل المشكلة يمكنك كسر الشفرة القديمة باستخدام الجزء البلاستيكي في الأسفل وتحصل على شفرة جديدة لأن تلك العلامة على النصل ما هي إلا تقسيم للنصل لعدة شفرات لتتمكن من استخدامه لفترة طويلة 5- جزء استواني في الشاحن الجزء البلاستيكي الموجود في كبل شاحن الحسوب المحمول كثيرون يعتقدون أنه لا فائدة لتلك الاستوانة لكنها مهمة جدا وهي تستخدم كفلتر الفريت ويستخدم لتحسين نوعية الإشارة الرقمية من خلال منع الترددات العالية في الدوائر الكهربائية وهذا كيف يبدو من الداخل 6- الجزء الأزرق في الممحة كثير من الناس يعتقدون أن الجزء الأزرق في الممحة هو المسؤول عن مسح الحبر والجزء الأحمر هو المسؤول عن محو الرصاص لكن يصعب الجزم بهذا والحقيقة هي أن الجزء الأزرق يستخدم أيضا لمحو الرصاص لكن مع اختلاف سمك الورق فكلما كان الورق مكون أو سميكا يفضل استخدام الأزرق حتى لا يترك أثرا للرصاص على الورق 7- ثقب في نافذة الطائرة عندما تكون على متن الطائرة تندهش عندما تجد ثقبا صغيرا في النافذة المجاورة لك في الحقيقة هذا الثقب مهم جدا فهو يستخدم لموازنة الضغط بين طبقات الزجاج في النوافذ وضغط داخل وخارج الطائرة وهو يمنع انفجار الزجاج الطائرة والحوادث بشكل كبير 8- علبة كارتونية للمكارونة في الآونة الأخيرة أصبحت المكارونة الأسيوية أكلة شهيرة جدا لكن عند تناولها في تلك العلبة الكارتونية خاصة مع الأعواد يصعب الأمر ويتبقى الكثير منها داخل العلبة في الواقع ما لا يعرفه كثير من الناس أنه يمكن توسيع العلبة الكارتونية لتبدو كالطبقي والتمتع بالمكارونة اللذيذة حتى آخرها 9- كرات من الصوف أعلى الكبعات الشتوية تلك الكرة التي تعلو الكبعة ليست بالطبع للزينة لكن في الواقع استخدمها البحارة الفرنسيون لحماية رؤوسهم من الأسقف المنخفضة لغرفهم في السفن من أكثر من مئتي سنة كما أنها كانت تعتبر من العلامات المميزة للطباة في الجيوش 10- فتحات أعلى غطاء القلب صنعت هذه الفتحات خصيصا لحماية الأطفال كثيرا ما يحب الأطفال وضع تلك الأغطية في فمهم لذا فكر المنتجون أنه في حالة ابتلاع الغطاء ستعمل هذه الفتحات على السماح بمرور الهواء ولا يختنق الطفل هذا كل شيء مشاهدين الأعزاء شكرا لكم على مشاهدة الفيديو لا تنسوا الاعجاب به والاشتراك بالقناة دمتم بخير